وببارك طبعاً بقى على فوز الأهلي مبارح على الوداد في مباراة الزهاب 2-0 يا كابتن أنت قلتلي أنك كنت متراهن أن الأهلي هيكسب 2-0 بص يا أوليك الحاجة في شواهد للمباراة اللي مركز أو مع النادي الأهلي وبيتابع تدريبات نصر المسلماني واللعيبة تشوفي حاجات كلها كوبي بتحصل والبرنامج كان هو خير النتيجة كانت مبارح لعيبة النادي الأهلي إحنا وحشنا أو يروح فلنا الحمرة شوفناها مبارح لعيبة جهاز فني مجلس إدارة مسافر يأذر اللعيبة من أول عمار قط اللبس لأكبر شخصية موجودة في النادي الأهلي وأكيد وجود برضو كابتن الخطيب لسا كنت أقول لي بصي ده مش دعم ده حاجتين أصعب من بحث تحمل مسؤولية جامدة جداً للعيبة في وجود أسطورة زي كابتن محمود الخطيب موجود معهم في البعثة اتنين إنك راجع بنتيجة إيجابية يعني حتى إحنا فرحنا كلنا فرحة مؤقتة إن إحنا ما قلناش الفرحة اكتملت حتى الراجل تعبيره للمباراة خلاص هو كسب بس كان أمنيت حياته يبقى اللذكور أعلى من كده يعني رغم إنه وكسب بين 2-0 وأول أو يعني ما شفناش من زمان أو النادي الأهلي بيكسب بره ملعبه قبل ما ييجي للجولة التانية ما حصلتش بقالها سنين وبالأداء ده كمان يا كابتن يعني مش مجرد نتيجة بص يا سارة الراجل يعني في الوقت اللي ميشي ميستر فيلر واتخذ مجلس الإدارة بكتكة محمود الخطيب إنه هو يتعاقد مع ميستر موسيماني معادلتين أصعب من بعض أنت خط دوري وحسمتيه من بدء قوي دخل على بطولة أفريقيا اللي متشوق جميل النادي الأهلي وجماهير مصر يحصول عليها في الوقت دوت النادي الأهلي تعاقد مع الرجل المناسب في المكان المناسب هنسمع كلام كتير وهنسمع نقضي كتير وتوقعات كتير لا إحنا بنتكلم عن أسطورة اسمها كابت محمود الخطيب هو اللي اختار مع ترابيسة الاختيارات اللي حواليه أو الأشخاص اللي موجودين معاه هو اختار الراجل اللي في الوقت اللي محتاج النادي الأهلي مدرب نفسي وفني وارتفاع من أزر اللعيبة وضخ روح المعنوية العالية اللي عيبت النادي الأهلي كل ده كان موجود عند الراجل ده تخيال انت جايب الراجل في الوقت دوت الراجل ده درس النادي الأهلي أكتر من المدربين النادي الأهلي درسين نفسه يعني راجل درس النادي الأهلي كويس قوي درس النادي الأهلي درس الوداء درس البطولة نفسها عارف هو هياخد ايه منها وهيدي ايه هو أعتقد بنسبة حقه ياخده 90% قدم أعلى أوراق مستر المسلماني شايف أن خبرته في أفريقيا ساعدتنا في مباراة مباراة هو شاطر شاطر في قدرة الملعب شاطر في العمل النفسي اللي النادي الأهلي محروم منه بقليه كتير شاطر في أنه بيعمل تخصصات لكل لاعب شاطر أن عود النادي الأهلي أن يلعب 90 دقيقة ضغط وبيستحوز على الكرة وبيعرف ينتقل من الدفاع للهجوم في أسرع وقت الأخطاء اللي موجودة للعيبة لو رجعنا بشريط زاكرة خطوطين أن مباراة أمبي ومباراة بيرميدز أفشا ضايع عن فرات شابه لده بالزبط أعتقد المرة دي اللي راح بيها هي اللي جاك جول ده شغل شغل مدارب إحنا مش شايفينه شغل في الملعب شغل لتخصص شغل على الصبورة شغل خاص بينه بنلعب حتى اللعيب راح له حضنه ده كل واحد فين بيعبر بطريقته إيه هو فعلا برضو بيتعامل مع اللعيبة نفسيا بشكل كويس قوي يمكن دايما كنا بنتكلم على أفشا برضو لما ضايع ضربة الجزاء يا كابتن في ماتش بيرميدز وإزاي تعامل معاه وفي الشط التاني أفشا كان عامل ماتش كويس قوي نحنا بنقول نجوم العالم بتضيع هو قال كده نجوم العالم بتضيع هي المشكلة دلوقتي في أن أنا النقد بتاعي أو التوجيه بتاعي بناء ولا هدام أنا ببني لعب أنا عارف إمكانياته ترجمة نانسي قنقر